اذا نظرنا إلى الآيات التي في البيت العتيق فأقول إذا تأملنا في الآيات المادية المحسوسة التي أجراها الله عز وجل على أيدي الأنبياء كلها قد انتهت وأبقى الله عز وجل آية واحدة هي موجودة في هذا البيت هي ما ذكرها الله في كتابه فيها آيات بينات مقام إبراهيم هذه آية مادية أبقاها الله عز وجل آلاف السنين تدل على أن هذا البيت من بناء إبراهيم عليه السلام ويدل هذا الحجر والأثر الذي فيه على أن للخليل إبراهيم أثرا هنا إبراهيم الذي وفى لربه عز وجل فأكرمه الله عز وجل بأن جعله للناس إماما فنرى عندما نتأمل في هذه الآية وأقول وهنا محل التوجيه لنا كلنا نتأمل في ذلك لنرى أن الله شكور أن الله شكور واسم من أسماء الله عز وجل الشكور وهكذا البيت الحرام بآياته تعلمنا شكر ربنا عز وجل لعباده الصادقين الخليل إبراهيم وفى لربه عز وجل مدة حياته وكم عاش وكم هي الفترة لكن ننظر إلى شكر الله للخليل إبراهيم ها هو يحفظ هذا الحجر آلاف السنين وها هو الرب جل جلاله يعبد الناس عندما يأتون إلى البيت الحرام أن يصلوا خلف المقام ليتذكروا إبراهيم عليه السلام وأن يتذكروا إبراهيم الذي رفع قواعد هذا البيت فيظل إبراهيم مذكورا على ألسنة الناس بالثناء مذكورا عند الناس بالتمجيد وأنه النبي الكريم والخليل الذي اصطفاه الله عز وجل وجعله للناس إماما